الأسعار مرتفعة جدا وهذا يضرب القدرة الشرائية المواطن الجزائري يعني الآن لما نشوف أنه الطماطم بين 17 و 19 نلف لما نشوف أنه الكورجات بين 15 و 18 نلف وهي منتوجات كثيرة الطالب في الشهر العظيم فهذا عمر غير مطمئ أما فيما يخص اللحوم فالجميع يدرك أنه من السنة الماضية والارتفاع متزايد الآن حتى اللحوم البديلة كالأسماك أو اللحوم البيضاء فهي أيضا مرتفعة في مجال اللحوم نتمنى أن اللحوم المستوردة التي أمرت سلطات العليا البلاد باستيرادها تكون متوفرة قبل الشهر الكريم بنقاط بيع عديدة وبالسعر الذي تم تحديده 1200 دينار لمستهلك الجزائري إذا كانت الوفرة والنقاط أعتقد أنه إن شاء الله ستكون من بواد الخير ومن الأمور المطمئنة التي سوف تساهم في تراجع أسعار اللحوم المحلية ترجمة نانسي قنقر